أولا بالنسبة لي كراجل أنا بحب الرياضة لعيبت الرياضة أغلب عمري يعني فأنا من الناس اللي تشجع أي فريق مصري طول ما هو بيلعب مع فريق إيه غير مصري دي قاعدة أظن اللي عارفيني من البرنامج اللي عارفيني من زملائي أصدقائي عيلتي عارفيني أنا شخص بقدر ما نزم الكاوي على قد ما أنا شجع أي نادي مصري هيطلع بقى الأهل يطلع الإسماعيلي المصري الأولمبي ماليش فيه ده نمرة واحد نمرة اتنين أنا أحب الرياضة تظل في إطارها كرياضة منافسة تشجيع ويبقى تسلية ومتابعة لطيفة ودي من ضمن الحاجات اللي بسطتني لو أقدر أقول كده يعني لو مش لو أقدر بس لو إنه مجازلية معنويا وأدبان أنا أقولك ده إن أنا شفت على الصعيدين الإعلام المصري والإعلام السعودي سكر سكر بصراحة الناس والتعليقات على المطش من الجانبين قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة أنا ما بحبش مسألة إن أنا أحجر على قراء الناس أو إن أنا أقحم عليك رأي الشخصي فيما أنت بتتكلم فيه أنا شفت خفة ظل متبادلة بصراحة إلى أبعد الحدود من الشعبين وحتى كلمة الشعبين مش عايز أقولها من المصريين ومن السعوديين بل الشعبين إحنا كلنا شعوب واحدة يعني فشفت خفة الظل المصرية المعهودة ودي إحنا عارفينها وقد يكون فيها جزء انحيازي المصري بس أنا فجئت بخفة الظل السعودية إلى أبعد الحدود بصراحة شعب طلع دمه خفيف بشكل الحقيقة رائع جميل وبعدين استقبلوا فوز الأهلي بمنتهى اللطف وبهزار وبإفهات وأخونا وليد مزيع برنامج وليد الفراج مزيع برنامج أكشنها اللي هو يعني أشهر برنامج رياضي في المملكة العربية السعودية الحقيقة استقبل فوز الأهلي بمنتهى اللطف وبمنتهى المحبة وضحك وهزر وقال إفهات وحاجة يعني يمكن كان أكتر حاجات اللافتة نظري وهو قاعد عامل نفسه مخدود إيه مصري فش حد ينفع يهزر معاكو احنا كنا بنهزر واعد قرى تويتات مصرية واعد قرى حاجات من على الفيسبوك المصرية واحتفى بفوز الأهلي وكانت حاجة لطيفة جدا أنا دي الحالة اللي حبها قوي سواء إذا كنا بنلعب مطشاط في الداخل أهلي وزمالك إسماعيلي مصري زي ما يطلع أو بنلعب مطشاط مع المنتخبات العربية أحب نبقى اللطف بنلعب مطشاط مع جزر واق الواق هي رياضة والرياضة أو المنافسات الدولية في رياضة بالمناسبة جزء جد جزء كبير جدا منها هو تقريب الشعوب من بعضها البعض مش إن إحنا نخلق خناءات ونعد نتطول على بعض إطلاقا ده العكس هو الصحيح الهدف الرئيسي إن إحنا بنتفرج ونتسلى ونتنافس ونقول كلام لطيف لبعضه نهني بعض أو نعد إيه ننكش في بعض بلطف عارف أنت النكش اللي هو المناكفة اللطيفة الظريفة يقول لك هنغشك بكلمتين على رأينا يعني في مصر فأنا عجبني الطريقة بتاعتنا تناولنا كإعلام مصري بشكل عام مش بس الإعلام الرياضي وتناول أصدقائنا وإخواتنا في الإعلام السعودي برضو بشكل عام مش بس الإعلام الرياضي وإن كان الأبرز الحقيقة هي إفهات وليد الفراج الزميل العزيز الشقيق السعودي اللطيف رجل دمه خفيف حتى لما جيت سألت بعض أصدقائي اللي يعني مهتمين بالرياضة قالوا لي ده من الناس اللي بتحب مصر جدا والله العزيز يقولي كده ده رجل من الناس تحب مصر جدا وبعيدا عن تشجيعه أكيد للفرق السعودية فهم المشجعين الأهلي كمان هم اللي قالوا لي والله عشان بس لو وليد قال لأ فهم اللي قالوا لي يا أستاذ وليد أو إذا يعني سمحت لي برفع الألقاب أخونا وليد فشوف اللطف بص ده مثلا عنوان الشرق الأوسط الشرق الأوسط يا واحدة من كبريات المؤسسات الصحفية السعودية أنا بس أي عايز أشوف كويس العنوان الأتي تاه فودع المنديات إيه يجد عندها صحفة حلوة وظريفة ودمها خفيف ده المطلوب ده المطلوب إحنا بعد هز الفوز المؤذر أهو الأهلي سند الإتحاد أوت أف كلاب وورد كوب أز بن زيمة ميسيز بانالتي يا سلامة سلم موسيقى